أعلن نائب ورئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار تشكيل المجلس الأعلى لشباب مقدمي خدمات الرعاية الصحية خلال اجتماع لوزير الصحة والسكان مع عدد من الكوادر البشرية المتميزة بالمنظومة الصحية وذلك ضمن خطة الوزارة لإعداد كوادر قيادية قادرة على تقلد المناصب أكد عبدالغفار أن مقدمي الرعاية الصحية جزء أصيل في اتخاذ القرارات في المنظومة الصحية باعتبارهم عين للوزارة على الأرض في مختلف المحافظات أشار وزير الصحة إلى أن إنشاء المجلس يستهدف خلق حلقة تواصل بين مقدم الرعاية الصحية ومتخذ القرار مركزيا وعلى مستوى المحافظات